بعد إن أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع أصبح صعبا جدا في المناطق التي تم ضمها للاتحاد الروسي ذهب إلى بيلاروسيا ليؤكد على الحليف رفع الاستعداد لأن القادم قد يكون صعبا بيلاروسيا ليست حليف موسكو الوحيد الذي يعول عليه في حربه التي طالت وأصبح تعبئا على بوتين شخصيا سياسيا واقتصادية فالتعويل على مسيرات إيران لتحقيق ما فشلت فيه القوات البرية يؤكد أن الرجل أصبح في أزمة حقيقية رغم تأكيده أن الشتاء سيكون حاسمة مسيرات إيران وعلى الرغم من ضعف أدائها وقلة ثمنها فإن نشرها بكثافة أوقع أضرارا بالغة في البنية التحتية للطاقة الأوكرانية وهو ما جعل أمريكا تتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتيريش بالرضوخ للتهديدة الروسية والفشل في إطلاق تحقيق بهذا الشان وهو ما يكشف عن صراع سياسي تستدعى فيه كل الأطراف حتى الأمم المتحدة على الجهة المقابلة لا ينفك زيلنسكي أن يترك مناسبة يجتمع فيها بالقارة الغربيين إلا وطالب بسرعة إمداده بالدفاعات الجوية التي وعد بها حلف النيتو لعله يخفف من وطأة سلاح الجو الروسي ومسيراته الإيرانية ومع استبعاد الأمين العام للأمم المتحدة إمكانية عقد محادثات قريبا بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا مع ضرورة انتظار مزيد من الوقت فإن مساحات الخوف لدى الأوكرانيين تتزايد في ظل عدم جدية أمريكا في تسليمهم دفاعات جوية تقيهم الحمم التي تمطرها طائرة روسيا في هذا الشتاء شتاء أوكرانيا ليس كأي فصل هذا العام في ظل تهديدات روسيا بهجوم شامل وتلكء حلفائها في الاعداد لوقف الهجوم المرتقبة وبين ترقب أمريكا المترددة وتأهب روسيا المتحفزة ينتظر الشعب الأوكراني مصيره الذي تكتبه معادلات الصراع بين موسكو وواشنطن